أكدت عدد من الوسائل الإعلامية الأوروبية في مقدمتها مجلة فوكس الألمانية أنه من المرجح أن يحول تنظيم كأس العالم 2022 إلى بريطانيا أو الولايات المتحدة بدلا من دولة قطر وذلك على خلفية فضائح فساد كشفتها الوثائق الدولية والتي أكدت ضلوع النظام القطري في عمليات الفساد الرياضي على مختلف مراحل وهو ما يهدد حقية الدوحة في تنظيم المونديال على أرضها بعد مضي تسعة أشهر على الأزمة القطرية تكشفت خلالها العديد من الحقائق التي كانت غائبة عن أعين المشاهد العربي خلال العقود السابقة بيّنت حقيقة الدور التخريبي الذي يقوم به النظام القطري وفق سياسة خارجية تطمح في النفوذ والتوسع غير المشروع في العديد من المجالات الاقتصادية والسياسية والرياضية بدأت وجهة النظر الغربية والعالمية تميل إلى الصواب وتصح من الوهم القطري الذي أنفق لأجله النظام المليارات من أجل شراء مجد وتاريخ مزيف لم يبرح حتى فوض حوابان للعيان وعلاوة على ما خلفه النظام من تاريخ إجرامي في ملف حقوق الإنسان والعمال بالدوحة لم يعد خافيا على منظمة رياضية دولية كالفيفة الأسلوب الرجعي الذي تعامل به سماسرة النظام القطري بتوجيهات مباشرة من أصحاب الحكم في قطر لشراء ذمم متنفذين فيها بهدف الفوز بتنظيم كأس العالم لعام 2022 وقد بينت الوثائق الدولية ضلوع النظام القطري في عمليات الفساد الرياضي على مختلف مراحله التصويت وبناء الملاعب والأيد العاملة على هذه الملاعب وهو ما يهدد أحقية الدوحة في تنظيم المونديال على أرضها بل وأكدت جملة من المصادر الأوروبية ووسائل الإعلام المرموقة على رأسها مجلة فوكس الألمانية على أنه من المرجح أن يحول تنظيم كأس العالم عام 2022 إلى بريطانيا أو الولايات المتحدة حيث قامت الفيفا بتغيير آلية التصويت وإجراءات الاستضافة وستفتح باب التصويت على هذه الإجراءات أمام جميع الدول الأعضاء والبالغ عددهم 211 عضوا في الاتحاد الدولي لكرة القدم عوضا عن 24 عضوا يحق لهم التصويت في السابق وهو ما قد سهل على النظام القطري شراء الأصوات بسبب قلة عددها موقف مهين وفاضح لنظام قطر السابق والحالي لا ترضى أي دولة مهما كبرت أو صغرت أن توضع هذا الموضع مهما كانت الأسباب لا ترضى أن يعلن العالم كله بعد الموقف السيادي للدول الأربع اتخاذ الإجراءات والتدابير لتجنب العبث القطري والفساد القطري والريال القطري على كافة أوجهه المشبوهة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر